تقول اعتبر نفسي صرخة امل ليش يعني وصولك فشة خلق بتاعت ايه انا باعتقد الامل منه فشة خلق الامل هو يلي بيعطي الرجل الناس نعم والاوطان ما بتنبنى بالخوف الاوطان بتنبنى بالامل الاوطان بتنبنى مش بالكلام تنبنى بالافعال اليوم من موقع ما عاش فيني اتمنى انا اليوم بدي التزم وبدي اقول ادي يلي محملين نيين المحامين اولا ومن ثم هذا الكم من الناس يلي بواب نقابة المحامين ما عب تقدر تهدى لانه بمكان ما عب يحملوني مسئولية ان يعني اوصل الصوت وكأنه لا سميع غير نقابة المحامين انا باعتقد هيدا الامل يلي اليوم بننجسده يلي بننعطي فيه مش بس كلام يلي بنننزل فيه على الارض ونقول ادي مسئوليتنا كبيرة مسئوليتنا كبيرة لان في جيل جديد قرر وصرخ ووقف وقال انا حلم ما بينكسر انا حلم اتي انا حلم بيتجسد بعد عشرين سنة واربعين سنة هيدا الشباب الواصل جاية بوطن كبير هيدا هو اليوم يلي احنا بننحمله هيدا هو اليوم يلي بننقول اديه قوعا نخلي شبيبتنا تكسر احلامه خلي الامور لقدام ونقول هيدا الوطن يلي بننقوم فيه هو بفعل بتواضع بخدمة خدمة مجانية من دون تبجح من دون صدور منفوخة نقدر نعرف اديه نحنا اليوم بحاجة لنكون سوا لنقدر نكون عم نعمل وطن بيحلى فيه العيش هيدا كله ضمن ايطار هيدا اليوم هيدا مسئولية كبيرة وهيدا المسئولية نكون على قد الحلم تبقول شبيبتنا لانقرروا يقولوا نحنا مش مشاريع شنت لبرة نحنا مشاريع ارز بدو ينزرع بهيدا البلاد هودهن اللعب يقولوه ومن هيدا الزاوية انا مضبوط اذا بدك صرخي تأمل ترجمة نانسي قنقر